قال تقرير لشبكة سيانان الأمريكية يوم السبت أنه مع تفاقم الوضع الوبائي في الهند تشتح موجة جديدة من فيروس كورونا البلدان المجاورة بسرعة بدءا من النيبال في الشمال إلى سيرلانكا وجزر الملديفي في الجنوب ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة والسكان النيبالية يوم السبت فقد بلغ عدد الحالات المؤكدة الجديدة في 24 ساعة 848 حالة إضافة إلى 54 حالة وفاة جديدة ونظرا لتفشي الوباء يختار المزيد من أسر الطبقة المتوسطة والعليا الهندية الذهاب إلى جزر الملديف للهروب من الوباء وقد أصدر قطاع عمليات الطوارئ الصحية المحلي في جزر الملديف تحذيرا من أنه في الأيام القليلة الماضية وحدها تضاعف عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في البلاد بسبب كوفيد-19 ثلاث مرات بالإضافة إلى ذلك وفي جنوب شرق ياسيا شهدت تايلاند وكمبوديا وأندونيسيا زيادة كبيرة في عدد حالة الإصابة أيضا